السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا فخور مرة وفرحان أني جيت لبنان أنا يزن من جدة وأنا الطفلة الثالث من عائلتي أخواني الكبار كان رجولهم عادية لكن ماما تفاجأت برجولي وكان موضوع جديد عليها من اليوم الأول عرفت أني مميز كاي بتتأمل فيني تحب لهم شعري تحب لهم عيني تحبي كل اللي فيني أول مرة مشيت كان عملي ثلاث سنين سأت لفسي ليه ما أطلع الدرج ليه ما ألعب كورة أنا كنت مختلف يعني كانت ماما تقولي وانا صغير أبركة دبرة وتقولي لما تكبر تطلع الجولة مع الوقت قالت لي الحقيقة وقوتني أكثر صار عند درجة حديدية تساعدني بحياتي لكن قررت قرار أنه مو لازم أسر مثل الناس أبغى أكون أنا نفسي ما أشبه أحد قلت لماما ما أبرجل الحديدية لكن كانت خايفة علي أني أتعب وأطيح في المدرسة لكن أنا ما خفت حتى لو طحت ما فيها شيء أعرف أن أقوم مرة ولا مرة أنا اليوم أسوي كل شيء وما ينقصني شيء مشكلة رجلي ما هي عاقة بتحيقني على شيء ماني ناقص ولا معاق لا أنا ولا أنتو ولا أحد أنا مختلف وكل أنتها المختلف مثلا أنا مختلف إني حنون زي ما تقول ماما مختلف في قوتي وما حرف أسميه شيء اسمه ضعف يلا نجينا الأفكار الرجعية نشوف بعض برضرة جميلة وجديدة مكتبة الرسمية ترن اون نوتيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرع القناة تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر